السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم سؤال هل في تشابه بين دوائل Excel العادية الدوائل الموجودة في الExcel Sheet والPower Query والDex هل في تشابه بينهم الإجابة بوساطة آه في تشابه وتشابه كبير كمان وأحد أمسية التشابه ده موجودة في حاجة اسمها Let دوائل Excel بالذات Excel 365 وExcel 2021 موجود في دلة اسمها Let كمان الPower Query كلنا عارفين ان فيها اتنين كيورد بيجوا مع بعض Let وإن الاتنين دول مع بعض في تشابه كبير جدا بينهم وبين دلة Let اللي موجودة في الExcel Formula العادية كمان الDex عندهم حاجة اسمها Var وReturn Var اختصار Variable وبعد كده Return والاتنين برضو بيجوا مع بعض والتلات موضوعات دول متشابهين جدا وهو ده هيكون موضوع البس المباشر يوم السبت 15 أكتوبر 22 الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة هنتكلم على التلات موضوعات دول Let Function الموجودة في الSheet Formula وهنشوف ازاي ممكن نستخدم Let Function ازاي بتشتغل كمان هنقارن بينها وبين Let Expression او Let و In اللي موجودين مع بعض في الPower Query وهنقارن بينهم وبين Var and Return او Variable and Return اللي موجودة في الDex وحنستخدم التلاتة مع بعض علشان نحل مثال واحد المثال ده بيتكلم على The Year Over Year Change او التغير السنوي نسبة التغير السنوي هناخد مثال واحد وحنحله بتلات طرق عن طريق Let اللي موجودة في الSheet Formula وعن طريق Let و In اللي موجودة في الPower Query وعن طريق Variable and Return اللي موجودة في الDex متنساش السبت 15 اكتوبر 2022 11 الصبح بتوقيت القاهرة مدة البس هتكون حوالي ساعة او ساعة الا 10 دقايق العشر دقايق الاخيرة هنفتح فيها الSheet علشان نسمع تعليقاتكم ونشوف اراءكم سواء في المحاضرة نفسها او في اي موضوعات اخرى استنونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته